أهلاً أهلاً في دراسة أجريناها منذ مدة ونشرت في مجلة في 2022 عن الطلاقة الشفاهية في القراءة الجهرية عند الأطفال من الصف الأول إلى السادس في ثلاث دول عربية وجدنا التالي أن الأطفال في الصف الأول قرأوا مع نهاية الصف الأول ما يقارب العشرين كلمة في الدقيقة الواحدة وفي الصف الثاني قرأوا ثلاثين كلمة في الدقيقة الواحدة تقريباً وفي الصف الثالث قرأوا أربعين كلمة في الدقيقة الواحدة وفي الصف الرابع قرأوا ما يقارب الخمسة وخمسين كلمة في الدقيقة الواحدة الآن بحسب المعدلات العالمية مع أننا لا يجب أن نقارن بلغات أخرى ولكن هذه المعدلات في القراءة الشفاهية هذه معدلات جدا منخفضة وتحتاج إلى تحسين طبعا نحن الدراسة كانت اشتغلناها مع ألف طالب وهذا لا يكفي نحتاج إلى أعداد أكبر نحتاج إلى أن نعرف معدلات الطلاقة في كل دولة بمفردها وبعد ذلك ممكن أن نقارن ونستطيع أن نرى ما الحاصل أين نحن فأولا نحن بحاجة إلى أبحاث أكثر عن مسألة الطلاقة ثنين لماذا أركز على مسألة الطلاقة وما الهدف؟ ما الهدف منها؟ طبعا الطلاقة هي أن نقرأ أو أن نطلب من الطلاب أن يقرأوا لدقيقة واحدة نصا جديدا لم يروه من قبل بمستواهم المفروض القرائي أو الصفي وبعدها نحتسب المعدل القرائي للكلمات الصحيحة المقرؤة في هذه الدقيقة السبب، الهدف، الأهمية من ذلك هو أن الطلاقة ضرورية كي نستطيع أن نريح الدماغ وهو يقرأ ليلتفت إلى المعنى عوض عن أن يلتفت الدماغ والانتباه وكل ما فينا كل الوقت للتهجئة نحتاج إلى أن ننتهي من قضية التهجئة وأن نصل بأبنائنا إلى الطلاقة دون تأتأ دون تردد دون تعسر كي يستطيعوا أن يركزوا على المعنى ويفهموا ما يقرؤون هذا هو السبب، فكروا فيها